اهلا بكم في موجز لاهم الانباء تسعى الحكومة الاسرائيلية الى تحويل 40 معسكرا للجيش الاسرائيلي في مناطق الضفة الغربية الى مستوطنات وجاء ذلك في معرض ردها على ما يسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية بعد ان تقدمت منظمة شيندين الاسرائيلية باخلاء هذه المعسكرات المقامة على اراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين وتقوم الحكومة الاسرائيلية بمحاولة شرعانة عمليات بناء استطاني في هذه المعسكرات وفقا لما نشره موقع صحيفتها اريتس وتجاوز القرار الذي سبق وصدر قبل 33 عاما من المحكمة العليا الاسرائيلية والذي منع عمليات البناء في الاراضي التي سيطرت عليها اسرائيل لاهداف عسكرية يخوض الاسراء في كافة سجون الاحتلال اضرابا عن الطعام ليوم واحد فقط دعما للاسراء القدامى واحتجاجا على سلسلة الاقتحامات والمداهمات من قبل ادارات السجون المتكررة وفي هذه الاثناء نظم اليوم وسط مدينة رمالة اعتصام للمطالبة بالافراج عن الاسراء الذين اعتقلوا قبل اتفاق اوسلو لاسيما وان اليوم يصادف ذكرى توقيع اتفاق اوسلو اعلن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ان مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر آب من عام 2012 سجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق في الاراضي الفلسطينية وهو الاعلى منذ ثلاث سنوات ويتزامن هذا الاعلان من جانب الاحصاء في ظل موجة الاحتجاجات التي تشتاح الضفة الغربية ضد الغلاء في موضوع اخر كشف رائد رضوان امين سر اقليم حركة فتح في محافظة رامالة والبيرة ان 35 هيئة محلية من المقرر ان تحسن فوزها بالتزكية في المحافظة بعد توافق الاختيار هذا العدد من القوائم كقوائم منفردة مرشحة للانتخابات المحلية لشغل مقاعد مجالس بلدية وقاروية وبخصوص المنافسة على مقاعد بلدية رامالة قال رضوان يتنافس على مقاعد بلدية رامالة قائمتان الاولى تحمل اسم المستقبل برئاسة جانيت ميخايل وتضم ممثلين عن معظم فصائل منظمة التحرير وخص حركة فتحة وتنافسها قائمة المطورين وتضم مجموعة من رجال الاعمال تحت شعار تواصل ابدع انطلق احتفل مشروع كومبليت وبالشراكة مع الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة قيادات ومؤسسة بيكس ومراكز التميز في الجامعات الفلسطينية امس باطلاق التظاهر التكنولوجية الاولى في الاراضي الفلسطينية والمتمثلة بلقاء الرياديين وقد شارك في اللقاء عدد من الخبراء الفلسطينيين والدوليين واصحاب الافكار الابداعية وطلاب التكنولوجيا ومستثمرون في ذات المجال ومهتمون في المشهد الابداعي التكنولوجيا ونختم الموجز بهذا الخبر قالت سلطة النقد ان حجم الارباح التي حققها الجهاز المصرفي في فلسطين خلال الاشهر السبع الاولى من العام الحالي بلغ حوالي 72 مليون فارزة 4 دولار واصدر الدائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية ملخص اداء الجهاز المصرفي للاشهر السبع الاولى من العام الحالي نهاية الموجز لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الالكتروني أما الآن فهدمتم برعاية الله وإلى اللقاء